10. روتاشنال ديناميكس The moment of a force The moment of a force is a measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point or axis هلا اللي بيحدد الترنج افكت او التنبن او الابلتي تروتات مش هو الابلت فورس لوحده في عندي فورس وبهمني كتير اعرف هيدا الفورس وين معمول يعني هوني بالتو فيجيرز في عندي رنش وفي عندي ناط نفس الفورس نعمل هوني بس هيدا الرنش اطول فهوني الترنينج افكت بتكون غير هوني يعني هوني الفورس مع هيدا الدستانس فيه مور ابيلتي تروتيت هيدا الابجيكت فهوني اللي بيحدد التندنسي او الابلتي تروتيت مش بس الفورس بهمني الفورس والدستانس فهو بيطلع عندي نيو كونسبت اسمه المومنت of a force هلا بهذا الدرس في رول وحدة ما في غيرها هي هاي المومنت of a force with respect to O equals plus or minus F times OA times sine alpha شو عندي بهيد الفيجر A rod is free to rotate about O O is the center of rotation الO هي center of rotation يعني الpoint اللي ما عم تتحرك هوني السبيد لا الى zero هيدا الrode عم تبرم هيك يعني هاي الpoint O عم تمشي هيك هيدا الrode كله مثلا هيدا الpoint عم تبرم هيك هيدا الrode عم تعمل rotation هيك A force F is applied at the road or applied on the road at point A making angle alpha with respect to OA هلا الأي هوني هي point of application للفورس متل ما شايفين وهيدا الفورس عامل لانجل alpha مع OA هلا لتطلعوا المومنت of a force ولتلكون هيدا المين objective فعندي اربع شغلات بتكون اتنقوهم هي اول شي sign وعندي هودي تلاتي terms اول شي كيف بتحددوا sign بتكون تعرفوا اذا هيدا الforce is trying to rotate the road in the positive sense او negative sense هون الفورس F كيف عم بخلي الrode تفتول counterclockwise والpositive sense كمان بنائب clockwise counterclockwise عفون فبتصير هون sign positive لان الفورس مع positive sense عم يبرم الاف هي magnitude of the applied force OA هي distance to the point of application of the force times sign alpha الالفة هي الانجل بين OA و line of action للفورس هي هيدا الالفة متل ما قلتلكم فيه اربع شغلات هلا بهيدا سلايد نفس السلايد هي ذاتة بس شو عملت بقيت الرسمة بس ألبت positive sense هون صار الفورس F عم يفتل بالnegative sense او opposite للpositive sense فنققت minus برجع بعيد لطلعوا المومنت للفورس بدي نقق sign بدي المagnitude للفورس بدي distance from the center of rotation to the point of application للفورس وبدل أنجل بين the line of action of the force and OA خلق بهمني special case هي لما المومنت 0 اذا بتطلع هون mathematically المومنت 0 هي لما OA 0 أو sin alpha 0 لما تكون OA 0 يعني the force is applied at the center of rotation ما نحنا هاتفقنا انه center of rotation هي point مش عم تتحرك واذا عملت عليها فورس ما رح تتحرك فأي فورس معمول على center of rotation أو مارئ بال center of rotation المومنت لإله 0 وتعني حالي if the line of action of the force is passing through or passing by the center of rotation it causes no rotation يعني المومنت 0 طرف انتو is a sin alpha 0 يعني يعني يا الانجل 0 يا الانجل 180 بهودي الحالتين يعني بهودي 30 cases أو 3 cases the moment of F with respect to O is 0 F is either passing through O or the line of action of F passes by O هلا هادي solved application ما رح هلا بس رح أشرح لكم كيف بصير على أنه معكم هلا هون a rod is free to rotate about O the rod is submitted to three external forces F1 F2 F2 إلنا objective هو is to find the moment of a force متل ما اتفقنا بلش كل force لحال أول شي بتخلص من الزيرو O هي center of rotation فالmoment للF10 ارتحت منه بقى two forces هاي للF2 شو المومنت لإله أول شي بدي حدد sign F2 is trying to rotate the rod in the positive sense فشو معناتها المومنت لإله positive فplus F2 magnitude مع إياها times F2 بدي أخد الدستانس للإله هي من center أو للpoint of application لإله هي times OA similarly هون كمان للF3 بدي أول شي بدي نقل إصان F3 is trying to rotate the rod in the negative sense أو clockwise والpositive sense counterclockwise فالF minus F3 times F3 أي دستانس بدي أخده كمان من center of rotation هي O point of application O G times sine ماشي هلا من بعد ما طلعت المومنت رح يقلي طلع النت مومنت يعني بدي طلع sigma بس We add up the moment of each force هلا إذا كان الأبجيك أت إكوليبريوم طارفوا من زمان إنه إذا كان تتكلم في العمل إتبعات الإكوليبريوم sigmaF equals zero إلا إقوليبريوم لازم يكون sum of moments أو net moments هلا هون يعطيكم two examples انه لازم يكونوا two conditions satisfied اذا عم بحكي السم لهو two forces zero لانه these two forces are opposite بس اذا بتطلعوا هيدا الفورس عم يبرم هيك وهيدا الفورس كمان عم يبرم هيك معه متل كأنه واحد عم بسوق هيدا steering wheel دارك السيون عم يعمل two forces ليمشي هنا او انت بس هتفتح طبط الانينة جمع هوا الفورس zero بس متل ما قلتلكم اذا بدي اشتغل rotation بدي moment تجمع المومنتس مش zero ماشي فهوضي two conditions برجع بعيدن لها كون object at equilibrium sigma f zero و sigma moment zero هيدا نوتون's first law of translation وهيدا نوتون's first law of rotation هلا في هيدا الابليكيشن هي الاساس بالدارس انه تحلوها كمان عندي a rod is fixed to a wall by means of a hinge يعني انفصلة متل هوضي اللي بيعلقوا فيها الضرفة كمان connected to the wall by means of a string ومهددي هيدا الrod is held in horizontal position at equilibrium هلا اني بس مرحلة كمان بس رح ركز على اول part كما شايفين هوني اول شي شوفي عندي forces في عندي weight from the center of gravity vertically downwards tension from the contact point between the rod and the string along the string هادا التنشن بيبقى عند الار الار هو الرياكشن of a support انتبهوا هوني مربوطة الrod بالحيط بهنج مانا لاقيه ليكون فيه normal وفريكشن هوني فيه reaction of a support ليش رسمته هاك بس سمبلي لحتى يطلع sum of forces zero ما هادي قات اكوليبريوم فاذا كان الweight tension مرسوم هاك لحتى اعمل له balancing رسمته هاك يعني باسئلة الاكوليبريوم we draw r in arbitrary direction making angle beta with respect to horizontal وكمان اذا جمع ثلاثة forces zero هودة الفورس is concurrent يعني line of actions لهود الى ثلاثة forces must intersect in one point فهيدا الline of action للf هيدا التنشن بديطلع الline of action للreaction هاك نحنا our objective is to find tension and reaction sigma moment بتطلع للتنشن لا sigma moment صح بتطلع التنشن والsigma f بتطلع للreaction وهادي اذا بدي اشتغل نيوتون's first law عادة بعمل ال drag له هول forces بجرن هيدا الweight لهون هيدا التنشن لهون وهيدا ال r لهون برسم ال x وال y component لكل force وبشتغل sigma fx equals zero sigma phi equals zero thank you يا اتكون اعافي يا اتكون اعافي يا اتكون اعافي и со живوicient